وعليكم السلام سلمك الله من كل سوق ومكروه إزاك يا شيخ محمد سلمك الله من كل سوق ومكروه اسمعيني من التلفون ووطي التلفزيون الله يرديك يا شيخ محمد وعليكم السلام ربنا يسلمك تفضلي الله يخليك بعد إذنك أنا بصلي ما كنتش بصلي خالص يا شيخ محمد ودلوقتي انتظمت في الصلاة كويس جميل بس دلوقتي أنا بصلي لرقعة كلها والسونان كويس صلي بقى ظهر مع ظهر ولا أنتظم زي ما أنا حاضر يعني تبتسألي على الصلوات الفائتة صح كده حاضر حاجة تاني ربنا يهديهم ويصلح حالهم إن شاء الله هم وأولادنا وأولاد المسلمين كلهم اللهم أمين بالنسبة للصلوات الفائتة واحد ربنا هداها وأكرمها أم محمد مليار مبروك عليك وربنا يتم عليك هدايته ويقزف نور الهداية في قلبك كمان وكمان وما تقطع الصلاة أبدا ونداء لكل واحد ما بيصليش بالله عليك احرص يا جماعة الدنيا ما تسويش يعني من أيام تقريبا لقيت من الزلي النعي لأخت فاضلة كانت معنا هنا في قناة النهار وبعدين انتقلت لقناة تانية فبسأل على سنها أظن أسماء مصطفى الإعلامية أسماء مصطفى رحمها الله رحمة وهسيعة وأسكنها فسيحة جناتي لما لقيت محبة الناس فبسأل على سنها فالوعم الشيخ بتلعب في التلاتين في يعني حاجة وتلاتين فقلت سبحان الله احنا زمان كن اللي بيموت وعنده خمسين سنة نقول صغير اتخاطف طبعا ده كلام مخالف للقرآن والسنة ده صغير قوي النهاردة الموت لا يعرف صغير ولا كبير رائحة الموت تفوح حولنا بكل مكان العيل الصغير اللي احنا بنرسم له مخطط علشان يبقى باشا كبير ويبقى ويخش كل الشرطة لا الكلية الحربية لا الطيران لا لا هو بتلاقي قلاص هوريا في الكفر والعروسة اللي بينجهزها سبحان الله العظيم شوفوا كده وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك عريس في الحتة الفنانية مات يوم حنته عروسة ماتت في الكوافير عروسة ماتت في زبفتها عروسة وعريس انقلبت بهم العربية الموت اقرب اليك من شراك نعلك يا جماعة الصلاة الصلاة يوم القيامة اللي هو قيامتك انتا مش القيامة العامة القيامة الخاصة احنا عندنا قيامتين قيامة عامة وقيامة خاصة القيامة العامة مليش جعبية القيامة الخاصة اللي هي حضرتك اول ما تنزل القبر إذا كانت الصلاة وإن كانت الصلاة ضائعة فويلتك وحصرتك ويعني كل الكلام بتاعي مش هيفيدك ولا ينفعك والمصيبة إن الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش حد يؤديها عني ولا عنك يا مسكين الصلاة ينفع يزكوا عنك وينفع يصوموا عنك وينفع يحجوا عنك لكن الصلاة ما ينفعش يا مسكين بل الكرسة لو وقف على غسلك واحد زي حالات متشدد حبتين زي ما بيقولوا يبدأ يجيب عليك النصوص يقولوا استنى ده اختلفوا في العلماء وقالوا تاركوا الصلاة ما بين كافر وفاسق طب الكافر ده يغسل ولا ما يغسلش ويكفن ولا ما يكفنش ويدفن في مقابر المسلمين ولا شفت الكارسة وسطا فين ليه دخل نفسك الخلاف ليه ليه إذا كانت مصيبة إبليس إنه رافض السجود لآدم فطرد من الجنة قال خرج منها مذعوما مدحورا عشان رافض إنه هو يسجد لعبد فأي مصيبة أنت وقعت فيها وأي غضب من الله حل عليك حتى يرفض الله أن تسجد لرب العبد إبليس مصيبته إنه هو رفض يسجد لعبد أنت مصيبتك إزاي علشان ترفض تسجد لرب الكون كله فعلشان كده الصلوات الفائتة إلا علينا عندنا قولين للعلماء القول الأول قالوا إن الصلاة لازم تتأدى بعد كل ظهر صلي ظهر بعد كل عصر صلي عصر المكان اللي انت الوقت اللي تلاقي نفسك فيه فاضي صلي من غير ترتيب صلي مش مشكلة الفوائد دي حاول تقضيها قدر الإمكان والتاني القول التاني قال لا هو إحنا بدايته الصلاة صلى النهاردة فنقول له آه فيقول زي ما قال النبي الإسلام يجبه ما قبله فالتوبة تجبه ما قبله فخلاص بس بشرط يكسر من عمل الحسنات زي أم محمد كده بتصلي نوافل كتير وصنن كتير وبتتقرب إلى الله كتير علشان الحلو الكتير ده يشيل الوحش من باب أن الله قال إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صليتوا على النبي الأمين أنا بس عم الشيخ قبل ما تخلص الحلقة محتاجة أقول لك أنا مش ينفع فيها لنا صالح أخويا ولا أختي ولا مرات أخويا ولا مرات أختي ليه بس يا عم قولي بس إيه قصتك بس قبل الفاصل يا عمي الله يهديك علي يا عم صلاح فأصلو شتم أصلوخات في عرضي تكلم في عرضي أنا يرديك أختك يتكلم حد في عرضها يرديك يا عم الشيخ لو أنت يرديك أنا يرديني هقول لك آه يرديني آه يرديني